أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة التاسعة والعشرين من قوافل ستر وعفية بمركز فرشوت بمحافظة قنة تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للأهالي وذلك بمشاركة 17 كيانا من كيانات التحالف حيث تشمل قافلة طبية متعددة التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر وكذلك تركيب أجهزة تعويضية كما تتضمن القافلة توزيع المواد الغذائية واللحوم بجانب إقامة معارضة للملابس وأغطية للشتاء ومسرح للعرائس وكرنفال للأطفال بالإضافة لفصول إعادة تدوير وترشيد استهلاك وغيرها من الأنشطة